ينتظر كريم الديب مدافع الاسماعيل الايمن المعارم النادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوى الاخيرة اللاعب خلال اللقاءات الرسمية المقبلة والبعد عن الجلوس على دكة البدلاء ابدى محمد بيومي لعب وسط الاسماعيل حزنه الشديد لتجاه المدرب وحمزة الجمد الاستعانة بجهوده اساسيا في المبارات السابقة مشيرا الى انه يحافظ على اداء التدريبات اليومية مع باقي زملائه بانتظام للارتقاء بلياقته البدنية والفنية يحرص الفواري سيرجي اكلاعب وسط الاسماعيل ان يلازم بلدياته عبدالقادر كلوبالي نظرا لاجادة الاثنين اللغة الفرنسية دون سواهما والصفقتين لم تظهر بصمتهم بعد دخل مستطيل الاخضر مع ابناء الفنيلة الصفراء لانضمام الاول خلال فترة الانتقالات الشتوى الاخيرة والتاني لازال تحت العلاج من جراحة الرباط الصليبي التي اجراها يؤدي برنامج تأهل وتحت اشراف الدكتور مجد الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادي ابدا محمد الشامي الجناح الايصر الاسماعي لأسفه للجماهير بسبب اهضار الفرص السهلة التي تصنح له في اللقاءات الاخيرة لتسجيل منها في شباك المنافسين لافتا النظر انه يأمل ان يحالفه التوفيق ويعود لاحراز الاداف من جديد في المباراة الرسمية لسعاد جماهير الدرويش تماثل ابو بكر حمزة جمل مهاجم الاسماعيلي للشفاء بعد انهاء برنامج تأهل من جراحة الرباط الصليبي التي اجراها الموسم الماضي وانتظم في التدريبات اليومية استيدانا للعودة بالتدريج للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة